موسيقى حالات لا نقول جديدة يتبعها التجار في سلوكهم وأسلوبهم التجاري الذي يعتمد بالأساس على الربح دون النظر إلى أي اعتبارات إنسانية وأخلاقية ومهنية منها ارتفاع الأسعار وعدم الإعلان عنها وضبط مواد لا يوجد عليها أي مواصفة ومخالفات متعددة جعل عملية التوازن في الأسواق مفقودة رغم أن دورية التموين تقوم بتنظيم ضبوط سعرية تعتمد على أخذ عينات من السلع ومقارنة أسعار بيعها مع الأسعار الواردة في بيان التكلفة هون مثلا شفت بلوزة يعني المحل البعد السعر تاني يعني وكل واحد بيخليك مثلا والله أنا جايبة هيك ما بتوفي معي بقدر وضع الزبو بس يعني شي ما يخسر يعني والله عميد ليرا عميد خمسين عمبي أضعب الله العظيم في رقابي نهائيا 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 من محل لمحل بتشوفي السعر مثلا هاي المحل البلوزي بألف وخمسمائة بسعر أو بثلاث تلاف المحل الثاني بتشوفيه بخمسمائة وستة كل واحد كيف عمي بي عرياحته البدي هذا بيغلي وهذا بيغلي شو الشعب شو بده يسوي بقى يعني بيطلب نشرة الأسعار يعطينا فاتورة الأسعار الموجودة موجودة المرافقة للبضاعة هو عبطل عليها الأستاذهم الإعلان عن السعر بده يكون بشكل واضح بشكل واضح ومقرؤ للمواطن أيوة هلا في بعض منهم أنا عارض منهم بس في منهم نفسهم مكررات حلت تحت مركة غير الفوق والقرافاتات سألتك عنه ما بسعار طلبنا فاتورة لبعض الأدوات المنزلية الموجودة عنده ما عنده فاتورة بتغطي الأسعار الموجودة فبهي الحالي منظم ضبط عدم حياس فاتورة الأسعار نار شاعلة يعني بتمنى كتير نحنا من الدولة بس انتبه لنا على الأسعار شوي حاس حالي في شوارع بيروت بصراحة يعني غالية بشكل عامي بتحسي فيه رقابة تموينية عم تتابع هالأمور لا 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 لأنه بكل منطقة عم يكون السعر شكل يعني ليش ما حطرتوا الفاتورة النظامية مثلا الصحاب المحل ما هون أنا ما بعرف إذا ما وجودين ولما موجودين أنا هون بس لا اشتغل يعني انه بيعوا بس ورتبوا واشتغل بس بالمحل أنا ما مسؤولة عن هالأمور هايتي وانتوا هلأ شو عم تساووا مددين؟ عم نظم ضبط فاتورة طلبنا الفواتي من صاحب المحل ما أبغز لنا فاتورة ولذلك نظم لضبط عدم حياس فاتورة شراء تطبيق القرارات والأنظمة والقوانين بحزم وعدم التهاون مع أي مخالفة سيساعد إلى حد كبير في تخفيض الأسعار وضبط الأسواق وإلغاء أي دور لتجار الأزمات موسيقى موسيقى